نظمت شركة نيو موتورز نيو موتورز أول مصنع للسيارات برأس مال مغربي اليوم الجمعة بعين عودة الرباط القنيط رسلة بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض ميزور حفل تسليم رمزي للسيارات الأولى من طراز نيو لماليكها وتمثل هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لصناعة السيارات المغربية وشركة نيو موتورز الإطلاق الرسمي لعملية تسويق سيارات نيو للعموم الأمر الذي من شأنه دعم الترويج لعلامة صنع في المغرب وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة تنافسية لإنتاج السيارات وبهذه المناسبة أعرب مزور عن فخره بالاحتفال بتسليم السيارات الأولى من العلامة التجارية المغربية نيو مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو استثمارات منتجة وبالخصوص في القطاعات المتطورة وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات بالمغربي وقال إن هذا يعكس أيضا مداثقتنا في الكفاءات المغربية وعزمنا الوطيد على مواكبتها لنجعل منها نماذج للنجاح من جهته أعرب نسيم بالخياط الرئيس المدير العام لشركة نيو موتورز عن فخره بالمساهمة في تعزيز علامة صنع بالمغرب وبتشجيع تصنيع المحلي والإقليمي من خلال اعتماد مواد إيكولوجية وقابلة لإعادة التدوير وتميز هذا الحدث أيضا بتوقيع شركة نيو موتورز ووزارة الصناعة والتجارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشهل لإتفاقية تتوخم وكبة تطور وتنمية كفاءات الشركة ترجمة نانسي قنقر